السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إذن إخواني أخواتي اليوم قد نتكلموا تقرير من مسؤول من بعثة المينورتو كيوجه واحد الصفعة تاريخية للنظام العسكري الجزائري واللاقيطة دياله البوليزاريو أكرون المراهق الفرنسي توصيبه لعنة المغرب فابقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا المواضيع مواضيع مهمة جدا كنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر إعجاب كذلك تعمونا بالبرتاج والاشتراك وما تنسوش تعاليق لأنها خريطة الطريق ديال هذه القناة فعلى بركة الله نبدأ صلب الموضوع فبحثة المينورتو واللي كترفع تقارير للأمين العام لأمم المتحدة بدوره كيعطيها لمجلس الأمن اليوم فوحد تصريح خطير من مسؤول من البحثة المينورتو في صفعات تاريخية في تصريح غير مسبوق طرحة ضربة مدوية وهذه الرسالة للكابرانات اللي ما زال إن كيحلموا أنهم غدي يكون شي استفتاء ما زال إن كيحلموا أنهم من الأيام غدي ياخدوا أصحى المغربية فهذا شي كامل خزع بلد هذا شي كامل أوهام عند الكابرانات وعند النظام وعند اللقطة دياله هنا نسمعوا شنو قال المسؤول ديال المينورتو قد تقرير اللي رفعته صحيفة إسبانيا واللي دارت حوار مع هاد المسؤول ديال المينورتو حول الأوضاع بالمنطقة وحول إمكانيات إجراء استفتاء في الصحراء المغربية واللي كيبان باللي الجزائر ما عجبهاش هاد الحوار وما عجباش الكلام ديال المسؤول ديال المينورتو وستعملت كالعادة ديبلوماسية شي كاتو الهيبات ويحدفو هاد المنشور ولكن احنا اللي كيهمنا هو التصريح ديال المسؤول ديال المينورتو لا تهمونه الصحيفة فكان واحد تصريح غير مسبوق تصريح لأول مرة مسؤول من البيعتة ديال المينورتو يخرج من هاد النوع ديال الصفعات التاريخية لهذا النظام العسكري الجزائري المسؤول شنو كيقول قال مسؤول في بيعتة المينورتو بالصحراء المغربية انه من الساذجة التفكير في امكانيات اجراء استفتاء في الصحراء المغربية شنو كي يعني هاد الكلام هاد الكلام كي يعني ان الميلف ديال الصحراء المغربية اقبرة ان الميلف ديال الصحراء المغربية انتهى وسالت مدان فهذا مؤشر كبير مؤشر كبير جدا على ان هاد الميلف طوية فللتوضيح للناس المغرر بهم في المخيمات ديال تندوف واللي خصوصهم يفهموا أكتر شنو كتقول لهم الأمم المتحدة فالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات أصدرت عدة قرارات بشأن الصحراء المغربية وكان آخرها القرار لاحتمدته للجديد وتأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجرى تحت الرعاية الحصرية من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 هذا القرار دعا إلى جمع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي ولم يتضمن هذا القرار لم يتضمن هذا القرار على غير القرارات الصادرة للإشارة للإستفتاء فضلا عن إشارة القرار عن أكاديب الجبهة وأكاديب الجزائر الجبهة الانفصالية وأكاديب النظام العسكري الجزائري ووصف قضية الصحراء المغربية على أنها نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر ليس إطلاقا تصفية الاستعمار المزعومة وأن الاستعمار دي الصحراء المغربية انتهى بشكل نهائي من بعد عودة الصحراء المغربية عقبة توقيع اتفاق مدريد 1975 وينظر إلى الموقف الجزائري المتعصف بخصوص اللي كيسميه حق البوليزاريو في تقرير المصير وعلى التركيز عن عدم المساس بالحدود المغروطة عن الاستعمار هذه ما هي إلا محاولة من الجزائر إشغال المغرب عن قضية الصحراء وإلهائه عن المطالبة بصحرائه الشرقية المغربية واللي مؤخرا خرج شنقاريحة كي تهدد المملكة المغربية الشريفة بالحرب تضح أن خيار الحرب مطروحوا هاتش اللي اكدوا المسؤول دي البحثات المينورسو حوار مع صحيفة كولومنا ديجيتال من اللي قال أن خدمة دي المينورسو مفيدة للغاية وتمثل عنص الاستقرار ليس فقط بين المغرب والبوليزاريو ولكن أيضا بين المغرب والجزائر وأشار الدبلوماس الكبير أن الخطر يتزايد وقد يزداد التوتر ويصبح أسوأ بكثير وما يتأثر عن ذلك من أثار إقليمية حقيقية على الاستقرار واعتبر أن مراقبة التابعة للمينورسو تحذر من التصعيد الإقليمي في المسؤول دي البحثة المينورسو حذر كذلك من تصعيد في شرق الجدار وأشار كذلك أن المينورسو وشرق الجدار ليسوا مسلحين ومواجهتهم تعتبر جريمة حرب في تحذير شديد اللهجة للبوليزاريو والصانعتها الجزائر وشدد المسؤول أن المصالح الأمنية كتتعامل مع هذه التعديدات بمنطق صفر تسامح فهذه أمور من جهة من جهة أخرى لعنة المغرب تصيب مكرون وفي الحقيقة مشير غير مكرون وإنما حتى فرنسا فقربال اليوم نيضة بفرنسا فرنسا اليوم تحولت كحرب أهلية مشاهد عنف ومشاهد الفوضى شغب بسبب المراهق الفرنسي وسياسة الفاشلة وسبب أنه مر القانون تقعد بدون الرجوع إلى البرلمان الفرنسي هنا الأوضاع رجعت كارتية بفرنسا الأوضاع رجعت خطيرة جدا فهي ليست تشعيل غير في الشوارع وإنما حتى البرلمان الفرنسي هنا أخواني أخواتي كانوا إضرابات كذلك إضرابات ديال الموظفين أصحاب النظافة فإخواني أخواتي ما تصوروا الشوارع ديال فرنسا كيولات فما بقيتش باريس مدينة الأنوار اليوم باريس رجعت مدينة الأزبال فمن لي أصحاب النظافة أو الموظفين ديال النظافة داروا احتجاج مظاهرات توقفوا عن العمل وغادي خرج ماكرون وغادي تخرج كذلك الحكومة ديال ماكرون غادي يهددوا هاد الموظفين بغارامة ديال 10 ألف أورو وكذلك بستة أشهر حبسا وهاد الشي كيدخل في حق الإضراب يعني اليوم ما بقاش عند الفرنسيين حق الإضراب يعني الإضراب غير مسموح به بفرنسا دولة الحقوق دولة الديمقراطية كما كيسميها فمن جهة أخرى البرلمان الفرنسي اليوم يستعد لتمرير قانون حجب الثقة عن إيمانويل ماكرون فحجب الثقة عن إيمانويل ماكرون يعني الإطاحة بإيمانويل ماكرون والحكومة دياله لأن ماكرون قام بتمرير هاد القانون ديال التقاعد بدون الرجوع إلى البرلمان الفرنسي يعني في هذا الموضوع الذي يثير الجدل بفرنسا موضوع ديال التقاعد الشوارع الفرنسية تحولت إلى ساحة حرب إذن ها هي اليوم فرنسا اللي كانت قبل أيام أو قبل أسابيع أو قبل أشهر تقود حملة ضد المملكة المغربية الشريفة ها هي اليوم فرنسا اللي بغت بتزل المملكة المغربية الشريفة في وحدتها الترابية وفي مجموعة من الملفات وها احنا اليوم كنشوفوا فرنسا أو كنشوفوا البرلمان الفرنسية استعيد للإيطاحة بإيمانويل ماكرون المرهق الفرنسي ولكن السؤال متروح في البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي لأن اليوم الفرنسيين ما عندهم مش حق في المظاهرات ما عندهم مش حق أنهم يطالبوا بحقوم ما عندهم مش حق أنهم يخرجوا للجوارع إضافة إلى القمع دي الأمن بالزرواطة أم أن البرلمان الأوروبي ما كيبلغ المغرب في حقوق الإنسان في حقوق الإنسان يعني كعرفوا يتكلموا غير على المغرب ويحاسبوا ويدينوا المملكة المغربية فإخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته